سوف ينضي بنا مركب للواتع يتاحث القطار ونعلم بالله من شعور أمتصنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات إن مواجب المسلم في هذه الحياة أن يتقيد بشرع الله تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته في سلمه وحربه في يسره وعسره في حبه وكراهيته في كل أحواله يجب أن يتقيد بشرع الله تبارك وتعالى عملا بقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَهْمَا سَوَّلَتْ لَكَ نَفْسُكُ وَزَيَّنَتْ لَكَ هَوَى نَفْسِكُ فَيَجِبْ مُخَالَفَةُ هَوَى النَّفْسِ وَتَزْيِينُ الْهَوَى إلى موافقة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة في الله إنما يجري في كثير من بقاء العالم من التفجيرات العشوائية واستهداف المجمعات المختلطة أمر لا سلة له بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولو ظن الظانون ولو اعتقد المعتقدون لكن الأمر الذي لا شك فيه ولا مرية أن هذه الأفعال والتصرفات الطائشة لا تمطوا بأدنى صلة بما جاء في كتاب الله وفي أحاديث المصطفى وعمل الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة إنما هي انحرفات بعض الطائشين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين ظنوا فأخطأوا وجهلوا فارتكبوا وتحملوا ما لم يستطيعوا أن يتحملوا فيجب على المسلم وخاصة في مثل هذه الأزمنة زمن الفساد والفتن يجب عليه أن يتريث ويجب عليه أن يتثبت ويجب عليه أن لا يقدم رجلا حتى يتأكد من صحة الموضع الذي يضعها لأن العالم اليوم عالم ذو أشواك اختلط فيه الحابل بالنابل اختلط فيه الحق بالباطل اختلط فيه الشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة والحق بالباطل في مثل هذه المواطن الملتبسة يجب على المسلم احتياطا لدينه ولآخرته يجب عليه أن يتثبت ويتأكد ويتريث أحبتي بالله أقول وبكل تأكيد وبكل يقين بأن هذه التصرفات الطائشة لا صلة لها بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن تحمس لها المتحمسون وتعاطف معها المتعاطفون فإن الحماس الجياش والعواطف الخالية الفارغة لا تغني من الحق شيئا مهما كثر ضجيجها وشقشقتها فإن الحق حق وإن اعتراه سوء التعبير وإن الباطل باطل مهما زي وزخرف يبقى باطلا أحبتي في الله الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز منع أهل الإيمان الإجتراء على الدماء المختلطة مؤمن يكتم إيمانه في مجتمع كاف حربي الله تبارك وتعالى يمنع من الهجوم على ذلك المجتمع الكافر الحربي يمنع من الهجوم عليه ليش؟ للحفاظ على دم هذا المسلم الذي يكتم إيمانه بين ظهراني المجتمع الكافر والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في صورة الفتح هم الذين كفروا وصدوكم على المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله من يشاء في رحمته لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً لو تمايز المؤمن والكافر عند ذلك لعذب الذين كفروا من هؤلاء لعذبهم بأيدي الصحابة بالقتل والتشريد والتنكيل لكن الله تبارك وتعالى أخر عنهم وأخر الهجوم على مكة لما فيها ولما في ذلك المجتمع الكافر الحرب لما فيه من بعض أهل الإيمان الذين كانوا يكتمون إيمانهم حفاظاً على دماء هؤلاء الله تبارك وتعالى منع النبي والصحابة من الهجوم على أهل مكة فهذا دليل واضح ولهذا قال الإمام أبو عبد الله بن المناصف بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في مسألة الهجوم أو رمي المجانيق المهلكة على بعض الحصون التي تشتمل على كفار وذريتهم ونسائهم وبعض أصار المسلمين هل يجوز الرمي وهل يجوز الهجوم وهل يجوز قدف المجانيق على مثل هذه الحصون أورد أقوال أهل العلم ثم بعد ذلك قال والأظهر والأتم حجة من هذا كله قول الله تبارك وتعالى في شأن تأخير القتال عن أهل مكة عام الحديبية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية قال فهذا نص في وجوب التوقي نص في وجوب التوقي عن دماء المسلمين في مثل الأماكن المختلطة إذن الهجوم على مثل هذه الأماكن حتى ولو كان المهاجم مسلما حتى ولو كان جهاده صحيحا فإن هذا لا يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الآخر أيها الأفضل المر أو الشخص إذا أعطي تأشيرة دخول في بلد ما أو أتيحت له رخصة الإقامة فإن هذا العقد الذي جرى بينه وبين النظام وبين السلطة التي منحته هذه التأشيرة والرخصة الدخول والرخصة الإقامة تكييف العقد بينهما هو عقد معاهدة وأمان فمن دخل بلدا ما بتأشيرة دخول فقد عقد مع هذا البلد ومع أهله عقد أمان وعهد هذا ما عليه جماعة العلماء المعاصرين بل كان العقد عقد الأمان وعهد الأمان كان يثبت في عهد الصحابة بأدنى من ذلك بكثير ولهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما إشارة الأمان أمان مجرد الإشارة يعني بينك وبين كافر حربي قتال ثم أعطيته إشارة خفية بأنك تؤمنه فاطمأن إلى إشارتك فقد أمنته وأعطيته العهد ولا يجوز لك أن تنقض عهده وتقتله مجرد إشارة بسيطة ولهذا أفت العلماء بأن الأمان والعقود والعهود بين الناس مرجعها العرف وذلك في كل لفظ ورد في الكتاب والسنة ولم يرد له حد لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة فمرجعه عرف الناس ولهذا يعتبر العرف المتعارف اليوم بين الدول وبين المجتمعات أن التأشيرة ورخصة الإقامة عبارة عن عقد وعهد أمان هذا الذي عليه علماء المسلمين اليوم طيب بعد التقرير هذه القاعدة يدخل داخل لبلد ما بتأشيرة بإذن من الحكومة والسلطة فيدخل ثم يستظل بذل أمن هذه الدولة يتمتع يسكن يتعلم يأكل يشرب ثم يغدر ثم يغتالهم ثم يفاجئهم ويفجرهم ثم يستهليح دماءهم أليس هذا هو الغادر أليس هذا هو الخائن أليس هذا هو الذي غدر العهد وخفر العهد بينه وبين الناس كيف يمكن أن نبرر تصرفاته الخارج عن الشريعة وهو خائن وهو قد خفر العهد كيف لا يمكن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين تتعاقد مع قوم وتتعاهد معهم على السلم والأمان ثم بعد ذلك تهاجمهم وتستبيح دماءهم وتفجر لماكن الحيوية لهم من غير أن تتبرأ من أمانهم إن هذه الخيانة إن هذه الخيانة حقاً ولا شك في ذلك فكيف الحال بمن خان غيره حتى ولو كان هذا الذي قد خانه كافراً من الكفار حتى ولو كان حربياً يقاتل مع بعض المسلمين كيف يكون الحال؟ يقول الحبيب صلواته ربه وصلاةه عليه من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافراً والحديث في مسند أحمد من حديث عمر بن حيوة الخزاعي وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيعة من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافراً ويقول صلوات ربه وصلاةه عليه من قتل معاهداً من قتل معاهداً في غير كنهه أي في غير وقته وحله حرم الله عليه الجنة وفي لفظ من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة حرم الله عليه الجنة لم يرح رائحة الجنة ثم بعد ذلك بعد كل هذه النصوص مع هذه المخالفات البينة الواضحة نتحمس نعم وتحملنا العاطفة العواطف الهياجة وإذا نحن نبرر ما لا يجوز أن يبرر ما لا يجوز أن يبرر المسلم مهما كانت ظروفه يجب أن يحافظ على عهده مع الغير هذا دين الله هذا دين محمد يا جماعة الخير ليس من كيسي ولا من كيسي فلان من الناس وإنما من كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والتابعين نعم أيها الحبة في الله الدين الإسلام يقاتل إذا كان يقاتل بضوابط نعم بأخلاق بقواعد نعم إذا كان في سلم هو في سلم إذا كان في عهد هو في عهد لكن لا يخلط بين الأمور ولا يخون الناس في العهود والعقود أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا بالعقود نعم إذا كنت لا يرضيك هذا العقد وهذا العهد بينك وبين هذا النظام بينك وبين هذا المجتمع فلتتبرأ منهم والترمي لهم مستنداتهم ولتتبرأ من تأشيراتهم ورخصة الدخول والإقامة ثم لتذهب حيث شئت ثم بعد ذلك افعل ما تشاء أما أن تخون الناس تحت مضلة العقود والعهود فهذا ليس من دين الإسلام في شيء في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا أو فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا قلنا ما نريده لا نريده فقالوا ما نريده لا نريد إلا المدينة قال فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتلن معه أي مع محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا العهد قال ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم قال لحذيفة وأبيه حسين إن صرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم رسول الله متوجه إلى بدر لقتال قريش على قلة من المقاتلين ومع ذلك يأتيه حذيفة وأبوه حصيل وهما قد تعاهد مع قريش على ألا يقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم فيخبران النبي الخبر يا رسول الله هذا الذي حصل هل نقاتل معك وننقض عهدهم أم نفي لهم بالعهد قال صلى الله عليه وسلم إن صرفا ارجعا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم لاحظ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على العهود يحافظ على العهود وكيف اليوم أصبحت هذه المبادئ العظيمة في هذا الدين العظيم أصبحت مستباحة ويجترئ عليها كل أحد ومن قال إن هذا دين الله يتهم من قال إن هذا دين الله فحافظوا دين الله يتهم ويقال إنه ظاهر المشركين على المسلمين ويتهم بالعمالة ويتهم بأنه مستخدم من قبل المخابرات ويستعمل له أفحش العبارات بل يستباح دمه بمجرد أن قال إن هذه التصرفات لا تجوز في شرع الله تستباح دمه ويقتل ويهدر ليش؟ لأن أنكر فعلا شنيعا منكرا في دين الله يا جماعة الخير إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحاورون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينازعون معه الكلام ويراجعون بل أحيانا قد يأتيه منافق أو رجل صوء فيقول في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يليق ولا يناسب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتله ولا يستبيح دمه بل إذا أراد أحد الصحابة أن يقتله يقول لا لا ليش؟ لعله يصلي هذا رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير هذه الأمة بعد نبيها وأعلم هذه الأمة بعد نبيها وأفقه الأمة بعد نبيها على الإطلاق يجتهد بعض الاجتهادات فينكر عليه بعض الصحابة بل يرد عليه بعض الصحابة فلا يستبيح دماءهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجتهد بعض الاجتهادات فيرد عليه بعض الصحابة فلا يستميح الاعتداء عليهم فمن أين جاءت هذه الفكرة كل من يرد علي أو يرى عارضني في تصرفاتي فهو حلال الدم من أين جاءت إن هذا من الغرائب من أعطاكم هذه القداسة من أعطاكم هذه العصمة حتى تستبيح الدماء بمجرد المعارضة وتتهم الناس بتكيل لهم سائر التهم بمجرد أن قالوا إن هذا خطأ ولا صلة له بدين الله إن هذا من عجائب الدهر وقراء وغراء بالزمن أيها حبة في الله أيها حبة في الله هذه التصرفات مفاسدها أكثر من مصالحها لو افترضنا أن فيها مصالح لو افترضنا أن فيها مصالح فمفاسدها أعظم وأعظم المفاسد التي ترجع للإسلام وأهله المفاسد التي ترجع لي للأنفس المعصومة ترجع للأموال ترجع لي بلاد المسلمين ترجع لأسواقهم ترجع لأبنائهم وبناتهم ترجع لبيوتهم المفاسد التي تعم التي تترتب على مثل هذه التصرفات مفاسد لا تحصى ولا تعد وشرع الله تبارك وتعالى القاعدة الأساسية هي كل شيء وكل تصرف غلب شره على خيره مفسدته على مصلحته فإنه محرم في شرع الله تبارك وتعالى إن من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي كان يعلم صحابته وأمته صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم وعند الصباح والمساء كان يعلمهم أن يقولوا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أن أقترف على نفسي سوءا مما يستعاد بالله تبارك وتعالى أن تجر المصائب وتجر الآثام وتجر الآثات إلى المسلمين وخاصة إذا كانوا أقلية في مجتمع كافر أكثر منهم تتعرض مصالحهم للإفساد تتعرض مصالحهم للتخريب وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أحبتي في الله على المسلم أن يعقل هواه ويقيدها بقيد الشرع إن مما يجب ملاحظة أي الأحبة في الله أن المسلم الذي يعيش في بلاد يحكمها الكفار وعنده جنسية ذلك البلد وهو مواطن من واطني ذلك البلد يعيش مع هذا المجتمع على عقد الأمان والعهد حتى لو افترضنا أن ذات تلك السلطة وتلك الحكومة تحارب أو بينها وبين فئة مسلمة قتال شرعي جهاد شرعي مش فساد وتخريب حتى لو افترضنا أن بين تلك السلطات التي تعيش تحتها وأنت مواطن من مواطنيها بينها وبين فئة أو مجتمع أو دولة مسلمة حرب ما فلا يجوز لك أن تنقض عهدها إلا إذا نبذت إليهم العهد لا يجوز لك أن تنصر المسلمين عليهم حتى تتبرأ من عهدهم وتخرج من عهدتهم بعد ذلك يجوز لك أن تنصر هؤلاء المسلمين أما قبل ذلك فالمحافظة على العهد وعلى العقد مقدم على نصر المسلم على الكافر الذي يقاتله ليس من هواء وليس من كيس فلان وفلاء بل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن استغرب المستغرب منكم فإن المستغرب يستغرب لجهل لا لعلم ولهوى نفس ولو راجعتم الكتب وراجعتم الأحاديث وفهمتم الكتاب وتفسيره لأصبح ذلك الأمر ظاهرا كل الظهور يقول الله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نص من آية إن استنصرك إن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا مسلمون يقاتلهم كفار إن استنصروكم على هؤلاء الكفار فانصروهم إلا إذا كان بينكم وبين هؤلاء الكفار عقد وعهد أمان وإن ذلك لا يجوز لكم أن تنصروهم على هؤلاء الكفار حديث حذيفة الذي قرأناه قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة وأبيه حصيل إن صرفا محافظة على العهد والنبي يقاتل قريشا وبين حذيفة وأبيه وبين قريش عهد فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم محافظة العهد على نصره على كفار قريش خذوا مثالا آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية جاء إلى المدينة أبو بصير انفلت من كفار قريش وأتى المدينة وأرسل وراءه قريش رجلان وطلبت قريش وطلبت قريش إرجاع أبي بصير وفاء للعهد وللعقد الذي حصل بين النبي وبينهم في سلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم سلم أبا بصير إلى الرجلين في منتصف الطريق قتل أحدهما بحيلة وفر الآخر وأتى المدينة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد ففهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسلمه مرة أخرى ففر ودخل سيف البحر فقاتل قريشا فما من أحد من ضعفاء المسلمين ومستضعفيهم يفر من قريش إلا يأوي إلى أبي بصير حتى تكونت لديه عصابة طائفة تعترض على قوافل قريش يقاتلونهم النبي صلى الله عليه وسلم على عهد مع قريش ويحافظ على العهد وفئة من المسلمين بقيادة أبي بصير تقاتل قريش ماذا تقولون يا جماعة أليس هذا مما يقوله العلماء ويصطلحون عليه بتجزء العهد إن العهد يتجزأ قد يكون كافر مع عهد مع مسلم ومع حرب مع مسلم آخر هذا هو المعني بقول العلماء إن العهد يتجزأ فإذا كنت في عهد مع جهة كافرة لا يجوز لك أن تظاهر عليهم إلا إذا تبرأت من عهدهم ونبذت إليهم على سواء وإلا تكون خائناً بنص كتاب الله وبدلالة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإجماء علماء هذه الأمة دع عنك القيل والقال دع عنك الحماس والعاطفة فإن العواطف عواصف إن لم تقيد بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر سوف ينضي بنا مركب للواتع يستحيث القطى والدموع الشرع عالم لم يزل يستحيث سوف ينضي بنا مركب للواتع يستحيث القطى والدموع الشرع والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أما بعد أيها الأخوة في الله روح مسلم كأه حلو باها وواجب كأه حالتك السعين الدين تيسا إلا لهم هدو علي سين یہ هدو فرح سين هدو دقال سين یہ هدو نبتكوج هدو عدل الظلمي یہ هدو أن لا ظلمين حالته سورنا انو سنشراء عدل ربك بحين تبارك وتعالى حيال ربك وحيد وردتك مؤمنين تاهم إلهي الرسول كيس حرطوضة حكاله ورمارينة حدل يفعلتون السوق وحيد لغوحكم وقادو حكو خرارات حكو خرارات حكو خرارات وحيد لغوحكم وقادو حل روح مسلم وقادو 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 حدود حدود حكو خرارات حكو خرارات وقادو حتى ما يزاله؟ لا يزاله يتجده فالإرضان الروح مسلم ليس لدينا شرعا مجهد لا يزاله لا يزاله لا يزاله لا يزاله وليس لدينا المركاة وكما تفعله للمنزل هناك إجابة من المسؤول ولكن العلم نفسها فهو لدينا الجزء انا تضعوا تقريباً يكون هناك المقرر في تلك المقرر ومن يحدثهم يقول هذا الأيض ويقول حديث أحد الثاني سنظر سنظر هذا هو عديس من ألبيه تعالى يقول الله تعالى وَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هذا هو أخير لكن روح مسلم يتعلم أن يكون حقًا يتعلم أن يكون حقًا يتعلم أن يكون حقًا يتعلم أن يكون حقًا يكون حقًا يتعلم أن يكون حقًا يتعلم أن يكون حقًا على بي فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يتعلم أن يكون حقًا يتعلم أن يكون حقًا بأن يكون حقًا نبي محمدが يتحدث فقد يُرَلَى مَيَلْكُ قَرْصَوْنَا وَمَنْ قَعَنُّهُ لكن هذا يتعلم أن يتعلم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أن يصحًا من المؤسسات بقرآن فهو عمل صحابة السلفة كتبت أي قرآن كتب الآثار هذا هو شريعة لتعرفة إنت أعلم أنه يوحوه ينوحر الله معها دينك نبي محمد لغسر صلواته ربه و السلام عليك وقرمتها هذا هو أحمر لتعرفة سألتك هذا هو أحمر هذا هو أحمر لتعرفة سألتك لكن ما هو تأكيد أن يكون هذا يمكن أن يكون هذا نبي محمد مقب لا كتاب ولا صنة فهل تنسى أن يكون ذلك وعرفة المال وعرفة القرآن الكريم وعرفة الله عنه كانوا يقولون أن الناس تبريس بالوسلمان قلمها والوتو بلس كلا يقول النقل يقول أن هناك أيه وحربيين لكن الأهل الإيمان تبترين و نحك نستطيع تلك هذا مؤتمر الله تبارك وتعالى يقول ان هذا المثال فهو لا يوجد فهو لا يوجد حرب والمثال ورحمة الله وعلاً رحمة الله ورحمة الله قال فهو ليس لهذا الأمر في وقت سرعه فهو ليس لهذا هذا يبدو أن يكون تحكير لأمره وأن يكون يكون هناك سميع المؤمنين والإيمان فهو ليس مستضعف هذا يبدو أن يكون يحدث لأمره ومجب أن يكون تحكير لأمره وإذا كان عذاب الأمر في الله بلده تبارك وتعالى هذا الرجل يعني أنه تحبث على جهة الليلة وليس له وعنده ويساعده لكن تحبث إنه يفرأ فهي لا يوجد السلبي من المسلم ورعا يقول في المحر في المتحدة يقول أنه يدمج الله بالله الله عليكم افرس كله تقول أنermes ان المسلم خدام أحد يدونا وحوال بنا كلويا ايها سيدة مانت الله فضل استرادة ميلاه مسلمين حتى هدو جهادك شرعية عدة آلتها لما يصنع اي تهجال الهدوان لغيرو دقال سكوفة سعين حتى في هذه الحالة مبنانا ميلاه انه عاصو قالوا مسلمين تدقو قد ذهن كران قد ذهن فرابضان وابريئون شكرا لكم لا يوجد ذلك يوجد ذلك بهذا النصية لأنه يعتبر فالمعجيين فالمعجيين غضبت المسلمين يقول أنهم بأسرة تقول فيه قال يقول ليس قال يقول يقول والجلس الذي يحدث عنه من الفرسات والأساسي من الفرسات إسلامية ومن تم الكنيارة الشخص لها إبداعية ستكون فرسات المسلمة من يقولون الطبس والتهاب النهاتي ومن المستحمن كل الهاتف المسلمة يقولون أناساً لأن هذا الشيء يقولون أنه مهم بشكل يوم لكنه يقولون أنه يوم للمسائها لا يمكن أن يكون هناك بمثل الثامنة فنحن يتطول لغاية فقط لذلك تتبع تتبع ولذلك آسفا تبع هذه الأردسة يجب إليه تبع �د فالبنى عدد سيكون للبنى هذا ما يحدث المسلمين اتفضل بالامر ويقبوا الدوري الى صحابة والكسفة الله يقول اكثر تلك المنظمة وكتمه 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 كما نبدأ لأن الله يتحدث أن أصبح رحلة أكثر جداً أكثر umaniًا أما أتركها أولاً أما هم تحدثت عنها أكثر من كل انهاء حتى المؤكد عن علماء الألم يقول ان هذا السعب فإن ورحمة الله أما في التصارف يقولون إن الأحضة على سبيل المنسون كما تفهمه وإنما أن يتعلمه فإنما يسعره فإنما أنه يتعلم فإنما يتعلمه لا يتعلمه ألماني أنه يتعلم في الزوء يتعلم أن يكون الوصول يتعلمه ترجمة النظر في زوجيا في حالة الناس ترجمة ندخل أمان تخطط اقامتها هذا هذا فعندنا نعينا امواطن لا تتحدث في السلام و أنت و pobl الأسفل ترجمة مفرطة ترجمة كتبت كتصف يحضر سازد كتبت إنه لم يكن سفارة مفرطة هذا يسرعه هذا هو نفسه أنه يسرعه لم يكن هناك أمر هذا يسرعه يسرعه هذا يسرعه يسرعه هذا يسرعه يسرعه ببعض يسرعه إذا لم يجب هذا الوقت فهادة مروريا كل شيء يغير اللوغ Often بإبإ verbs وبإذا الإبعارة اللبان اللي سıld assessed ورتين لكن الحالة النبي جاء لن ن toddler الأضافة صلى الله عليه وسلم عدي روح بي قيسة أمان سيا كدبنا الدلة أنو ببريبانكا حتى كل الدلة يقال بها أحاض وحاكالو نبي جدي صلى الله عليه وسلم عدو بلن كل جيرو وقال الروحي دلة جاند عرفته الهلي مايو عدي روح عدو بلن كل جيرو وقال الروحي دلة عدو بلن تيكوشيره وقت يسي يحلقو حلاشة أحانا أيسان أحان الهلي جاند وقا حرمي طيب فلن بات كوشيرتا عدي بات كوشيرتا قانو كودي النظام كودي بات هونتا أمني كودي بات كوصنوشا وحالغي يبا اني عروري كود وحالغي يبا انت غنع سيكوحي ست وحالغي يبا أمني كاسي عدي كودي بات كودي بات كودي هم ي Joshام means إنهم المعرضين يتعلمون 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 في جانب أساسي يتعلمون إلى المطلق يؤمنوا في المصدر لكن اليوم ويظهر اليوم پس في الجهة الشريعة الشريعة نبي محمد نبي صلى الله عليه وسلم هذا هو صحيح بعد ذلك الشريعة يقول الله الشرق يقولون هذا هو فائدة كبيرة وهذه المسلمين يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون ου أنهم أنهم نذكر بالنسبة لده وأنهم يقولون أنهم يقولون يقولون que視اء خالص psy ويقول ؟ وقد أظهر منrophy وقد أظهر gemeinsاء وقد أظهر من نشاعر وقد أظهر من نادرة وقد أظهر من ت kendi مقدسات وقد أظهر ما وقد أظهر من الإسلام ويقicipل العبور للعبور ومشاهدنا 읽udding لا أحد نهلي antuس科 أخصò لذا نحصل حيث Sweat في تed cares 有一 قوت CS former 1 Sempre هذه الصدراتة signal이라고 قوتنا ، كان لدر إلى الرحمن كان لدينا مدينة أnisseبنا يسعر الله ونعلمك هذا الم等一下 لذلك ع مدينة هي دولة وهناك معه وإنفعنا يجب من شيء ويحدث المساعدة والمساعدة والمساعدة والسطاعة والنزل ولكن هذا هذا هو نفسه هذا يقولون في ذلك فأنت تتلك الأمر في الشيء لأنه في الوقت أن يكون محاولا فالسلام على مخاولا فأنت تتلك الأمر لا تتكلم ويقابوا ذلك هذا هو تحبه روايات تحبه 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 و تحبه او تحبه إنما نحن مصلحون تحبه إنما نحن مصلحون لأنه لا يتبعه لكن إذا ما تفهمه إنما نحن مصلحون تحبه 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 و تحبه للقرآن تحبه حيث يقوله و ما الذي أخبره تواني تخفضه فأسسسنًا قد في المسلمين عندما يصبح المسلمين تريد أن يقومون عليه فأسسنًا فإن يقومون على أن يطيرا في المسلمين فإن تش亡ان أكثر مصباحًا فإن المسلمين تتكرار ما فإن المسلمين إذا فإن يطيرا أكثر من ذلك قلت بطيرها ولكن القدام مهمساً إلى العلي вот أبهًا وصعده هذه الأسبوع من النبي означest وأن نبي صلى الله عليه وسلم establishing قلم preocupة والدعم قريش أنح نحن где المحافظة النبي يعصي معك لحُمد محمدًا وقالة إخرجقة لحجقة مدينة لا يصرف ولكن الأسفل قال اذا مدينة هذا هوضع المحمة هذه المنسبة وهو كان لا يقريشون ثقاني أحد ocupي الله فالرسول الله ليسهم يكون قد ايها أخرى لماذا يسمحه صوته بالضبط المساء فبال Parkinson الانيران يأito نهائها هناك ترى المبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مجددا كان يدعم من مدينة ويقام بطريقة مجددا كانت يدعم شخص من المدينة وفي أبو بصير وقال بصير من المدينة وقال بصيره وقال محمد وقال وصيره ويقال بصيره وقال بصيره وظفت بصيره ترجمة نبي صلى الله عليه وسلم بصير مرحبا ترجمة نبي صلى الله عليه وسلم من المستلعفين في مدينة سواد بصير مرحبا بصير مرحبا ترجمة نبي صلى الله عليه وسلم كون قريش سوف يؤدي إلى نفسه ونحن يسوف ونحن ذاك المنصب و كانت أكبر فرقتنا فقط المنصب سيدة المسلم فأنت لك تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس قرى طريقة لأنه يبقى أن يكون فإنسانة المسلمين أولاً للتأكد من الجميع هذا يبقى وقته لفقهات يبقى وفتاكد من الجسود الأمر من الداخل المسلمين والمجتمع يدوه عندما ي دون مجتمع الدفاع يجب أن يكونوا هكذا من الجميع الأمر من الجميع وأنه يبقى أن تكونوا جميعا لست فهو ليس سهلا، فإنهما يناولك الشهر ولكن هنا لكي نبغي في المشمل حقا قبل كل هذا كل ذلك يخطي إلى الناس هنالك الشريعة تصفى كم من الخضر السلام عليكم ويحمد الله سألتهم بالتهديون من زلال مسلمين كان هناك ويش引 получить حلال ويساعدتهم من يذبضهم يقول مما هنالك فما تلعب القبيل Borسان في هذا فجأة ولا يكثر إنها مشاكل الأمر إذا كان تقول بإمان مانians إلى تح fragen أكثر من الأمسنlements 你說 أن تكونوا مكان كيف他 اعلم هذا temporal هذا هذا من المستمر الهدى يمكنك التعامل نهاية المعيش النهاية المعيش فهم ي光ضون بالله نهاية دولي ونصبع في العمل لغة تيد والمعيش بجمال أدن نفسه ونفسه م�� оружيش يحدث usaba لقد قبتنا في دولة هذا المغرب ومن المهم استمر لنوذ يحدث ترين infي técنة هذا هنا من الذات من قولوا في التجارب لقد قبتضه الفتن الأفضل لا قد تتعرف المساعدة هل تتعرف بالإجراءات الأسان؟ كلها المواطنة الطرقabulary في هذا القيام يقوم بأن هذا الوضع يقدمه بأساعدتين فهذه الدítلة و Hawth� يساعد المساعدة كان ويجب ما يمنحه أنه يملكك يمنحه بانه يبلغه الوحيد وانه يمنحه نحن يعطي لميز قليلا من نصف الناس ونحن يسلب يمنح له و competitions ونحن يمكن السلائب ومجاهد من الفاتر وانه يمنحه مشاهد وانه يملك ان يفعل من القاعد شعر سيدي وكذلك يستمر لك كما تشكره فقامة عقل وإن لديك العلم تونة دين ويدي ويركذا سلّ وصلّم على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضى اللهم عن السحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بأسان الله يوم الدين اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لهم تغفر لنا وترحم لنا لكنن من الخاسرين اللهم يا حيو يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك رد جميلة ووفيقنا لما تحب وترضى وسبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك